أكيد مشوار المنتخب المصري اللي قدمه في بطولة كاس العرب يخلينا نحلم ونبقى عندنا طموح كبير انه نوصل لنهائي البطولة وليه لأ المنتخب المصري ما يتواجش بلقب كاس العرب بعد الأداء القوي جدا اللي شفناه من المنتخب في البطولة لكن الحقيقة مباراة تونس هتبقى فيه منتهى صعوبة ومباراة لها حسابات كتيرة جدا تحط فيه اعتبارك قوة المنافس وتحط في اعتبارك كمان بعض الغيابات اللي ممكن تكون مؤثرة وتحط في اعتبارك كمان التشكيل الاساسي اللي ممكن يبدأ به مسار كارلوس كيروش واللي ممكن يكون فيه بعض المفاجآت اللي نتمنى انها ما تحصلش بس اللي ممكن تأخرنا عن دخول في المباراة خلينا نتكلم على مواجهة تونس وبالتأكيد طبعا ماتش السوبر هيكون حاضر ضفنا النهاردة ونجمنا فيها السادسة كابتن عادل عبد الرحمن مساء خير كابتن عادل النهاردة بداية قبل ما ادخل في الكرة خلاص يعني بعد أسبوع من الاستنتاجات والمحاولات والنداءات سيد أحمد مجهد رئيس الاتحاد النهاردة ورئيس اللجنة المكلفة بدورة تحدي الكرة أعلن عن حل أزمة التعارض اللي كان حصل بين أمم إفريقيا وبين مشاركة الأهلي في كاس العالم للأنداء شفت الموضوع ازاي وطبعا كل الشكر لمجهودات اتحاد الكرة ولسيد أحمد مجهد على التدخل لحل الأزمة هو بداياتا الأزمة أزمة مش الناد الاهلي أزمة أزمة مصر كلها الناد الاهلي بيلعب باسم مصر syndrome وإحنا بنلعب في كاس العالم للأندية كاس العالم للأندية انت بتلعب باسم مصر وبتلعب باسم القرة فيجبًا إن الناس كلها تتكاتف إن الناد الاهلي بانء بمنظر كويس ومنظر كويس أولها لازم تعرف أن كاس العالم مختلفة الأندية مختلفة عنDiePاريات بتاع بطولة أفريقيا أنت بتلعب بطل أوروبا وبطل أمريكا الجنوبية يعني أنت محتاج أنك أنت عشان تبان بمظهر كويس محتاج كل لعيبة كويسة عندك ومحتاج كل يعني كل قوة تقدر تقابل بيها الفرقة دي ما بالك أنت بتلعب لعيبة محترفين على أعلى مستوى وبعدين إحنا نادر أهلي خدنا ثالث مرتين فما ينفعش نادر أهلي يلعب يعني يكون عنده نقصة أو أي حاجة يشارك من أجل المشاركة نادر أهلي مش كده خالص نادر أهلي يمكن أنا عايز أقولك حاجة لو أنت تكلمت وأنا مش بتكلم كده عشان أنت مأنا للنادر أهلي لا أنا بتكلم ورقة وألم وفلوس أنت لو تكلمت على نجاح بطولة هتلاقيها بطل أوروبا إحنا متفقين علشان القيمة التسوقية والقيمة المالية بتاعتهم كمان بطل أفريقيا وبيتمثل في النادر أهلي لا ده قوة كبيرة قوة إعلانية قوية جدا قوة جمهورية تبقى كبيرة نجاح في كل الأماكن فعشان كده أحمد مجاهد لما تكلم على أنه تتحل العملية وأن النادي الأهلي يلعب بكامل نجومه والمنتخب يلعب بكامل نجومه يعني هو ما قالش إيه الحل ولكن هو قال الكلام ده فالكلام ده ده رئيس الاتحاد يعني أنت بتتكلم طبعا وانت بتتكلم في معلومة وفي لا وغير المعلومة أنا لا أدخل في المعلومة أنت تصريح رئيس الاتحاد أو المكلف بإدارة الكورة في مصر التصريح اللي قاله ده يحسب عليه طبعا لازم خلاص انتهى الموضوع نادي الأهلي تحلت المشكلة نادي المنتخب القاوم يتحل له المشكلة اللي اتنين بيلعبوا باسمه مصر فيجب أنه إحنا نشكره وهنشوف الأيام القادمة